السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازايكم عاملين ايه ومعكم الحلقة جديدة ومي اسمها يوزي انجلش وانا حدا هنكمل مع بعض يونت هوم في كنكت سنة تالتة ابتداء ان شاء الله واليونت بتاعنا اسمه ات هوم يعني في المنزل اتمنى لو الفيديو عجبنا نعمل لايك وشير وصبت اتقلب لو انت جديد معي في القناة يلا بينا نبتدي اول جزء معينا هو عن الفونيكس اي اي ار والاتنين بيتنطق زي بعض وبيتنطق اير اير زي كلمة هير هير تشير تشير بير بير تمام بير اللي هو زوج من يعني زوج من الشربات زوج من الاحذية كده اللي هي حاجة متكونة من اتنين معينا كمان كلمة اير اللي هي ازن اير كمان بيرد بيرد اللي هو الدقن كارتز كارتز اللي هي كوتشينا شوكليت شوكليت اللي هي الشوكولاتة كاندي اجزايتد يعني شيك او متحمس ايجيبشن فود يعني الاكل المصري اپير اوف يعني زوج من بارك يعني حضيقة جو يعني يذهب يوز يعني يستخدم سي يقول لسن تو يعني يستمع الى والتيم سايلانت مش بتتنطق رايت يعني يكتب والدابلي سايلانت مش بتتقري كليكت يعني يجمع ومعينا بيقول لنا يعني هو بيملك شعر احمر ويدقن بيضة اللي نقدر ناخد بالنا منه هنا ان طبعا اللون بيجي قبل الكلمة يعني ريد هير مش هير ريد ويد بيرد مش بيرد واي نمبر تو بيقول لنا نفس الموضوع يعني هي تملك ودان سودة يعني احنا بنملك آآ كرسي في الغرفة المعيشة وطبعا برضو الصفات زي الالوان بتسبق الكلمة قولنا ما قولناش بيذكر لنا هنا في الجزء الخاص والكومة الكومة اللي هي الفصلة اللي بتتحط من تحت دي السفلية تمام بيقول لنا لما بنيجي نكتب لستة او قائمة بنستخدم الكومة يعني ايه لاستعم اقول لنا بلعب كذا وكذا 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 انا ذكرت كذا وكذا 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 انا عايز اشتري كذا وكذا وكذا تمام يبقى بنقعد ما بين الكذا وكذا 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 دي نحط كومة واخر واحدة خالص نحط قابليها زي نلاحظ ان احنا ما بين ما حطناش حطينا بس كومة لكن قبل اخر حاجة حطينا الاند وبردو قابليها الكومة يبقى هنا قلنا لستة حاجات انا بحبها انا بحب لعب الكروت الكوتشينا وتجميع وسماع دي لستة انا بعملها بنحط بينها كلها كومة 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 وقبل اخر واحدة بنحط وطبعا جاب لنا تحت نفتكر ان اول الجملة لازم تبتدي وقبل اخر الجملة الخبرية بنحط والاستفهمية طبعا بنحط هنا معنا سؤال وفي نمبر وان بيقول لنا طبعا اول حرف الجملة بيكون يعني الهي بتبدأ بعد كده هنحط كومة تمام نمبر تو بيقول لنا هي طبعا برضو هنبتدي بحرف كابيتل وهنحط ما بين هنحط ما بين طبعا هي وفي الاخر طبعا هنحط اللي هي النقطة اللي بتيجي في اخر الجملة الخبرية نمبر شتري بيقول لنا طبعا هنبدأ زي بحرف كابيتل هنيجي ما بين الحاجات اللي هو بيحب يعملها اللي هي وطبعا هنحط في الاخر لان دي جملة خبرية هنكمل بكلمة كرسي بيرد اللي هو الدقن وهير يعني شعر وبيقول لنا هي عندها اتويل ومسكة شعرها يعني الهير نمبر تو بيقول لنا هي هاز هو عنده بيشاور على الدقنة واللاحية يبقى بيرد وي معانا سؤال ونمبر وان بيقول لنا ها في يملك كرسي انيو يعني جديد وعيزنا نبدأ بوي يبقى وي بيجي وراها احنا بنملك كرسي جديد نمبر تو بيقول لنا هاز يملك ايرز يعني ودين ات يعني حاجة مش بتفهم وبلاك يعني اسود طبعا ات هاز واللوم بيجي قبل الكلمة يبقى بلاك ايز نمبر تري بيقول لنا فوتبول كرة القدم ويبلاين يلعب هي هو يعني يحب يبقى هي هو بيحب يبقى هي لايكس بلاين فوتبول هو بيحب لعبة كرة القدم وي تاني بورت معانا في الوردس عندنا كلمة نايف يعني سكينة بايك يعني عجلة نيلز يعني مصامير تيجي كمان بمعنى اضافر بيبر كليب يعني مشبك الورق كيميكالز يعني مواد كيميائية ساند يعني رمل سبون يعني معلقة رولر يعني مصطرة والعنوان بتاع البورت ده اسمه natural resources يعني المواد الطبيعية ده البورت الخاص بالساينس في اليونت ده made of يعني مصنوع من market يعني سوء things يعني اشياء office يعني مكتب plants يعني نباتات everywhere يعني في كل مكان glasses يعني نضارة bowl يعني سلطنية بنحط فيها الشربة desert يعني صحرة rocks يعني سخور another يعني اخر iron ore يعني الحديد الخام liquid يعني سائل solid يعني صلب gas يعني غاز metal يعني معدن تحت feel verbat اللي هي الافعال عندنا take يأخذ melt يصهر يعني سيح add يعني يضيف put يضع give يعطي buy يشتري use يستخدم wear يرتدي sit يجلس grow يعني يمه و need يعني يحتاج وي بيقول لنا read and learn اقرأ وتعلم وبيقول لنا we use metal everywhere in our homes يعني احنا بنستخدم المعدن في كل حتة في بيوتنا we use a knife for our food بنستخدم السككين في اعداد الطعوم بتاعتنا our bikes are made of metal العجل بتاعنا بيبقى مصنوع من المعدن we use needs to make things احنا بنستخدم المصامير عشان نصنع بها الاشياء we use paper in our offices يعني احنا بنستخدم المشابك بتاعت الورق في المكاتب بتاعتنا وبيقول لنا natural resources in Egypt يعني الموارد الطبيعية في مصر يعني ايه موارد طبيعية يعني حاجة بنجيبها من الطبيعة بيقول لنا in Egypt we have many natural resources يعني في مصر احنا بنملك العديد من الموارد الطبيعية sand is a natural resource يعني الرمل ده ايه موارد طبيعي حاجة جاي من الطبيعة we can make glass from sand بنقدر نصنع الازاز من الرمل we take sand from the desert بناخد الرمل من الصحراء we add chemicals to the sand بنضيف المواد الكيميائية للرمل then we put everything in a bowl وبعد كده بنحط كل حاجة في وعاء we melt the sand and the chemicals to make a liquid بنصر او بنسيح الرمل وي المواد الكيميائية وبنصنع منها سائل او بنحولها للسائل then we shape the glass وبعد كده بنقوم بتشكيل الازاز بنعمله اشكال we can make many things from glass ممكن نعمل حاجات كتيرة قوي من الازاز another Egyptian natural resource is water كمان من المصادر الطبيعية المصرية المية farmers get water from the nile الناس او الفلاحين بيحصلوا على المية من النيل vegetables need water to grow الخضروات بتبقى محتاجة مية عشان تنمو farmers give water to the plants الفلاحين بيرو النباتات بالمية بنشتري الخضروات من السوق ثانو وبعد كده بنعمل الخضار او بنطبخه بقى ونكله ويلا نحل شوية اسئلة واول سؤال معنا الماتش وبيقولنا بناخد الرمل الفلاحين بيرو المية لايه يعني او بيسقوا مية لايه هو بيلبس العجل بتاعنا يعني زوج بنا نظرات ودي تنفع مع كلمة اللي هو يرتدي يعني هو بيرتدي نظرات مصنوعة من المعدن وطبعا اللي هي اللي هي بعد كده يعني النباتات ممكن تبقى يعني الفلاحين بيسقوا الزرع بالمية يبقى نمبر تو بلتر سي ويبعد كده من الصحرة اللي هي بنحصل على الرمل من الصحرة او بناخد الرمل من الصحرة يبقى نمبر ون بلتر دي زيادة وملهاش اي اجابة تانية ويسؤال الاندرلاين بيقولنا ايجيبت هز ميني ناتشرال ريفرز ولا ريسورس ولا كارز يعني مصر بتحتوي على العديد من الايه الطبيعي لانهار ولا المصادر ولا السيارات طبعا اللي هي المصادر الطبيعية نمبر احنا بنقدر نصنع من الرمل الصحرة المواد الكيميكالز المواد الكيميائية ولا الازاز طبعا بنصنع ايه من الرمل طبعا الزجاج نمبر احنا بنصر او بنسيح الرمل مع المواد الكيميائية عشان نعمل بيها ايه ولا طبعا عشان نعمل بيها سائل او نحولها السائل اللي هو آآ بيقول لنا مام بتحط الشربة في السككين ولا ولا السلطانيات طبعا في البولز نمبر بيقول لنا بنشتري الخضروات منين المكتب ولا الماركت السوق ولا المستشفى طبعا من الماركت وي سؤال هنرتب الكلمات علشان نعمل جملة سليمة بيقول لنا في نمبر وان نيد يحتاج علشان خضروات مية ينمو يبقى الخضروات بتحتاج مية علشان تنمو بيقول لنا يعني يعني سكينة وي احنا حاجة بتاعتنا يستخدمه يبقى وي احنا بنستخدم السكينة علشان نعمل بها الأكل بتاعنا نمبر بيقول لنا يلبس نظرات يبقى هو يرتدي النظرات وي بيقول لنا يعني هنقرأ ونعمل علامة صحة وغلط يلا بينا نقرأ بيقول لنا الرمل ده مصدر طبيعي نظر نعمل الإزاز منه بناخد الرمل من الصحرة بنضيف المواد الكيميائية للساند ثم بنحط كل الحاجات دي في وعاء بنصهر الرمل وين المواد الكيميائية وبنعملها لسائل ثانوي شيب وبعد كده بنقوم بتشكيل الإزاز بنعمل أو بنصنع أشياء عديدة من الزجاج ونمبر وان بيقول لنا بنعمل الرمل من الإزاز طبعا غلط احنا بنعمل الإزاز من الرمل نمبر تو بيقول لنا احنا بنصهر الرمل والمواد الكيميائية عشان نعمل أو بنحولها لسائل عشان نعملها سائل طبعا ياس موجودة في Elder نอง برسري بعد كده بيقول لنا بناخد الرمل من النهر النيل طبعا لا هنا بناخدهم من الـ Desert موجودة في السطر الثاني فوق نامل اشياء عديدة من الإزاز طبعا ياس. وآخر آآ سؤال معنا بيقول لنا آآ هنكمل بالكلمات دي لها نايلز مسامير يعني يعني سكينة. آآ الصورة الاولى مرسوم فيها سكينة بيقول لنا بنستخدم ايه للأكل بتاعنا عشان نعد الأكل بتاعنا طبعا النايف. الصورة نمبر تو بيقول لنا بنستخدم عشان نصنع بيها الاشياء طبعا المصامير. آآ بعد كزا سؤال بيقول لنا يعني الفلاحين بيحصلوا على المية من نهر النيل او من النيل يبقى لازم في اول جملة بتكون بدأ بحرف يبقى آآ مفيش حاجة تانية تتغير لكن في الاخر لازم نحط لان دي جملة خبرية. كده نكون وصلنا لنهاية اليونت آآ اتمنى يكون الشرح فاتكم واعجابكم ويريت ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا سبسكرايب للفيديو. واشوفكم في اليونت الجاي ويلا باي باي.